استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على فضائية نورسات وزيرة الثقافة هيفاء النجار في حلقة جديدة بعنوان ثقافتنا الإنسانية الأردن نموذجا حيث تحدثت الوزيرة بإسهاب عن الجانب الإنساني الذي هو جزء من ثقافة الأردن الممزوجة بالمحبة والعيش المشترك بين أهله كما تطرقت الوزيرة النجار إلى مواقف الأردن الوطنية والإنسانية تجاه أشقائه في غزة كلوا معنا ما عليكي بغدك من الوزارة بغدك إلى هذا الموضوع الإنساني واللي احنا منشوف أنه أنت تؤنسنين الوزارة وأنت عم تحكي بالإنسانية سؤالي أنه هذه الثقافة الأردنية وأنت تحملين منصب رفيع في الدولة هذا جزء من ثقافتنا مش هيك؟ بالتأكيد بالتأكيد أبدا هذا الأصل في ثقافتنا هذا البلد اليوم نتفق أبونا أنه هذا البلد أنا وياك اليوم نجلس على عشرات الألاف من السنين من الحضارة غير المقطعة وهذا مميزة لأردن مش موجودة المنطقة الجغرافية هذه بالذات وإحنا قطعنا المئوية الأولى من عمر الدولة الحديثة فنحن نحمل بها لأنها الامتداد العمودي ودائما كان هذا الوطن وطن لقاء تلاقي ولد بلد يؤمن أن دوره الأساسي سياسي وقت سواء كان بوجهه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو حتى العاطفي بناء الجسور الأردن لم يكن في يوم من الأيام إلا بناء الجسور وداعيا يدعو كرم الأردن يفوق قدراتنا الاقتصادية ومواردنا المالية وحجم بلدنا ولكن هذا البلد بها المئوية الأولى قدم قصة صمود للعالم نباهي بها العالم وسيتم كتابتها هاي السردية سيتم كتابتها للتاريخ حتى الإنسانية تتعلم منها وينت الإنسان بصمود؟ كيف صمود الإنسان؟ الإنسان بصمود إذا فعلا عنده وجه إنساني وفعلا عنده قيمه متأصلة مش بالكلام لأنه ممكن الإنسان يحكي كلام بالمحبة والعطاء والكرام ولا يمارسها ولكن صمودنا أننا كنا دائما في المئوية الأولى نصدق الجار يصدق جاره الشاعر يصدق وطنه الطالب يحترم مدرسته ويحترم الشارع ويحترم المؤسسة طبعا مرينا بظروف صعبة كتير وصار في عنا شوية نستطيع أن نتفهم التغيير اللي عم بيصير وكيف ممكن أن نحن نحكي عن الأصل عن التربة التربة هذه هي التربة الخاصة للمملكة الأردنية الهاشمية ولأهل الأردن أنهم ولا يوم من بدء أن القيادة الهاشمية لا أسس هذا الوطن عياد الهاشميين على العيش المشترك اشتركوا في القناة